قيادة الفلسطينية في مدينة رامالله اجتماعا على مستوى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس نقاشات متوقعة حول تداعيات محاولة اغتيال الحمضالله وافرش في غزة وتحضيرات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني مراسلنا من رامالله عد لنا التقرير التالي بحضور كافة الهيئة والمؤسسات وقيادات الفصائل الفلسطينية اضافة الى قادة الاجهزة الامنية ووزراء من حكومة التوافق تأقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا موسعا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر المقاطعة بمدينة رامالله وذلك لمناقشة التحضيرات الجارية لعقد المجلس المركزي وبحث التحرك السياسي الفلسطيني على المستوى الدولي فضل عن مناقشة الاجراءات الاسرائيلية في مدينة القدس وتوسيع الاستيطان مزيد من التوقيع على اتفاقيات دولية وايضا ما يتعلق بالانضمام الى مؤسسات الدولية بالاضافة الى الطلب من الرئاسة الفلسطينية لاحالة ملف الاستيطان الى محكمة الجنيات الدولية الاجتماع الذي سيصدر توصياته للمجلس المركزي سيبحث تحرك الولايات المتحدة الامريكية وقراراتها المقبلة وذلك بعد المؤتمر الذي عقد في واشنطن لاغاثة غزة والذي اعتبره كثيرون تمهيدا لصفقة القرن الامريكية في الوقت ذاته اكد الجانب الفلسطيني بان الوحدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية والتي سيتم مناقشتها في الاجتماع في الخيار الوحيد لمواجهة القرارات الامريكية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وايضا انهاء كل اسباب الانقسام والذهاب الى ازالة كل العقبات امام مسئلة المصالحة من اجل ان تكون الوحدة الوطنية الفلسطينية يصمع من امال لحماية الوطن الفلسطيني والذهاب الى فرض مقاطعة على هذا الاحتلال الذي لا يلتزم بأي من هذه القرارات القرارات الشعي الدوري بالقول الدوري يضرب بها بعرض الحائط المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي من المقرر ان يعقد في 30 من الشهر المقبل سيشهد غيابا لكل من حركتي حماس والجهاد الاسلامي اجتماع موسع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اجتماع يعول عليه الفلسطينيون لتعزيز الوحدة الوطنية والتي يعتبرونها السبيل الوحيدة لمواجهة القرارات الامريكية من مدينة رام الله عبد الرحمن الكحلا اي 24 نيوز